تحليل الإيد ومتى يصبح نهائي بالنسبة للأجسام المضادة لدينا أجيال جيل أول و جيل ثاني و جيل ثالث و جيل رابع الجيل الأول و الجيل الثاني عادة لا يتعملون في مختلف البلاد العربية ومعظم البلاد العربية تعمل الجيل الثالث و الجيل الرابع عموماً الجيل الأول و الجيل الثاني بعد ثلاث شهور لو طلعت سلبي فانت سلبي قطعياً بالنسبة للجيل الثالث، الجيل الثالث من الأجسام المضادة لو اتعمل بعد عشر أسابيع و طلعت سلبي فانت سلبي قطعياً من الـ HIV بالنسبة للجيل الرابع، الجيل الرابع يشمل الكمبو هو عبارة عن جزء من الفيروس بالإضافة للأجسام المضادة نكشف هذا التحليل بالفحص الكمبو وهذا يعتبر جيل الرابع وهذا بعد ستة أسابيع لو طلعت سلبي فانت سلبي قطعياً و نهائياً من الـ HIV وهذا يشمل أيضاً الاختبار الإليزة و يشمل السيمية والبداس والإلفة وهذه التقنيات عالية الجودة وبالتالي مثل الجيل الرابع بالضبط مثل الإليزة بالضبط تعتبر بعد ستة أسابيع أنت سلبي قطعياً ترجمة نانسي قنقر